كما تنضم إلينا من برشلونة نتاليا أبو شرار رئيسة الجالية الفلسطينية في برشلونة كتالونيا أهلا بك معنا على شاشة الغد سيدة نتاليا ما الذي قالته إسبانيا إلى جانب كل من إرلندا والنروج بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين مرحبا شكرا كثير لكم صح إسبانيا اليوم اعترفت بدولة فلسطين لكن احنا عم نطلب منها كمان أشياء لأنه عم نشوف أنه الحكي يوم بتحكي أنه بتعترف بدولة فلسطين لكن احنا بدنا منهم أكتر داعم احنا بنطلب منهم أنه مش بس أن يعترفوا بدولة فلسطين بس أنه يكون في قطع علاقات ديبلوماسية واقتصاديين مع دولة السهيون كمان بنطلب من إسبانيا أنه وقفوا تجارة السلاح لدولة إسرائيل البيع والشرا لأنه مدام هم يوقفين مع الشعب الفلسطيني عم بحكوا عن دولة إذا فيه بيع وشيرة سلاح بين إسرائيل معناته هم يكونوا بشاركوا بالإبادة الجماعية اللي عم بتصيرها في فلسطين كمان بنطلب فرض العقابات حتى تحترم القانون الدولي الإنساني وقرات الأمم المتحدة وكمان بنحكي لإسبانيا أنه تاخد موقف جنوب أفريقيا بمحكمة العدد الدولي مش بس تعترف بدولة فلسطين لكن ما الذي اعترفت عليه أو به بالضبط إسبانيا حتى نكون دقيقين منذ البداية ومنذ البداية صح أنه مقارنة مع الدول الثانية إسبانيا وقفت مع فلسطين بس إحنا منحس أنه متوقف سياسيا كحاكي إحنا كمان بدنا أفعل مش بس حاكي لكن مع حدود هذه الدولة التي تعترف بها إسبانيا هل قالت شيء إسبانيا عن ذلك؟ لأن هناك مثل ما تعلمين الاحتلال الإسرائيلي توغل في مناطق بالضفة الغربية وأصبح هناك تداخل ما بين المستوطنات والمدن والبلدات الفلسطينية هل أوضحت إسبانيا شكل حدود هذه الدولة التي تعترف بها فلسطينيا؟ غاليا لا لا أوضحت إسبانيا حقوا أن يوم 28 شهر سيعلنوا رسمي أنهم يعترفوا بدولة فلسطين لكن ما في حدود وإحنا شفنا بالماضي إحنا الفلسطينيين عيشنا أوزلو فعن نعرف أنه حاليا الضفة الغربية حتى لو يرجع لل67 إحنا بنشوف أن الضفة الغربية كلها مستوطنات فإحنا كفلسطينيين بنحس أنه عم نرجع لأورا لأوزلو فإحنا عشان هيك عم نطلب من الحكومة أكتر أشياء إحنا بنشوف يوم 28 الشهر رحين نعملوا يعني يعلنوا رسمي عن دولة فلسطين بس فيش يعني حدود طيب سيدة نتاليا طالما أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين يوم الثامن والعشرين من مايو والمقبل هل هذا يعني بأنها لم تعترف بعد وإنما تعد بالاعتراف لا هي كانت بتحكي عن دولة فلسطين لكن إشي رسمي ما كانت تعترف أنه في دولة فلسطينية يعني كانوا يحكوا أشياء بس ما كان في إشي فاعل إنه عن جد أوه إحنا بنعترف بدولة فلسطين طيب في تقديرك ما الذي سوف يترتب على هذا الاعتراف نعم سوري ما اسمع ما الذي سوف يترتب على هذا الاعتراف من إجراءات من ناحية إسبانيا لا هي ناحية إسبانيا لأنه حاليا الحكومة اللي هلأ موجود إسبانيا يعني بنحس أنه وقف شوي مع دولة فلسطين لكن مش عم بنشوف عفعال منها نحن بنطلب أنه مش بس تتحكي عن دولة فلسطين أنه يعمل إقابات لدولة الصهيونية لأنه تحكي شيء لكن بعد أن طيب قلت بأننا نريد أشياء أخرى إلى جانب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وذكرتي هذه النقاط لكن أنتم كجالية فلسطينية موجودة في إسبانيا أو في برشلونة تحديدا ما الذي تفعلونه من أجل دفع السلطات الإسبانية للقيام بهذه الخطوات الإضافية هذه الداعمة للفلسطينية نحن أكيد نشكرهم هذا جود نحن كفلسطينيين نشكر أنه حد يعترف فينا الفلسطينيين لكن كمان بدنا أفعال مش بس نعترفه بدولة فلسطين الإسبانية لفعل ذلك؟ نحن لدينا أكيد كثير جماعات مع الدولة الإسبانية مع الحكومات اللي هون لكن ما بنشوف كمان أفعال نشوف أنه بيوقفوا معنا وبيطلعوا معنا بس إحنا ما بدنا يعني بدنا نشوف أشياء أكثر من هيك نعم شكرا جزيلا من برشلونة نتاليا أبو شرار رئيسة الجالية الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر